اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله كون البحرين الثاني عربياً والأربع وثلاثين عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لسنة 2023 يعكس أهمية هذا المؤشر لمملكة البحرين والحرص على وضع الاستراتيجية الفعالة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم لمملكة البحرين بتوجيه من القيادة الرشيدة وسيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه وبتوجيهات ورعاية سعادة وزير المواصلات والاتصالات بضرورة الاهتمام بالقطاع اللوجستي وتوفير كافة التسهيلات للتقدم بهذا القطاع وبالطبع يعد ميناء خليفة بن سلمان عنصراً أساسياً في تقييم مؤشر الأداء اللوجستي وكفاءة العمليات في الميناء وسرعة تسليم البضاعة كلها أدت إلى ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لهذا العام ونحن دائماً إن شاء الله سباقين بوضع الخطط وتنفيذها لنكون دائماً في المراكز المتقدمة ونهدف في المرحلة القادمة بإذن الله أن نكون في المركز الأول عربياً في السنوات القليلة القادمة السيد سلمان نبيل شاكيب مدير إدارة الشؤون التجارية والمناطق اللوجستية في وزارة المواصلات والاتصالات شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر